المنتخب المصري للسباحة بالزعانف والحقيقة اللقاء ده كان لازم يتم خصوصا بعد اللي حققوا أبطالنا ويفوزهم بالمراكز الأولى في بطولة العالم في سربيا اللي حققوا فيها 30 ميدالية مختلفة فطبعا إنجاز كبير جدا خلونا نرحب بيديو فتا لمنورنا كابتل محمود نايل المدرب المنتخب المصري للسباحة بالزعانف ومنورنا كمان اللعبة ملك شريف لعبة منتخب مصري للسباحة بالزعانف ونحصل على ثلاث ميداليات دهبية بسم الله ما شاء الله في بطولة العالم للسباحة بالزعانف يا صباح رفول عليكم وأهلا بكم صباح الخير مبروك الإنجازات الرائعة اللي بتتحقق الله يبارك فيه صباح الخير يعني السباحة بالزعانف من رياضات اللي احنا أنا وكريميش أول مرة طبعا نتكلم عنها ونستضيف فيها يعني ضيوف محققين كمان بطولات كبيرة بس أنا عايزة أذكر الناس لو تسمح حبداء يا ملك طبعا مبروك أولا أنا واخد واحدة طبعا من ميدالياتك بس ألف مبروك حبا معك كابتن محمود خلينا نفهم أكتر عن السباحة بالزعانف وفكرة برضو مصر والتقلق اللي ابتدى يظهر بشكل جميل مؤخرا نحن عارفين السباحة العادية لكن السباحة بالزعانف تحديدا مش حاجة قامل أو مش كل الناس عارفة عنها خلينا نعرف من حضرتك أكتر هي الاتحاد المصري لغسوة الانقاذ برياسة كابتن سامح الشازلي كان معنا ضيف من شهر تعريبا ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الأفريقي وعدو في اللجنة عدو في الاتحاد الدولي إحنا بقلنا أكتر من 8 سنين بنجهز لهذا الموقف السباحة بالزعانف فيه نوعين من الزعانف فيه حاجة اسمها مونو هي زعانفة زي زعانفة الدولفن وفيه زعانف مزدوجة اتنين زعانفة إحنا بقلنا أكتر من 8 سنين بنجهز لهذا الإنجاز إحنا السنة دي جايبين 30 ميداليا جايبين 9 فضة 9 برونز و12 دهب ودي أول مرة السنة فاتكون جايبين 14 ميداليا تلاقي المتخابات المنافسة كلهم ماشين زعلانين مش لقيين ميداليا ما تشطبت الميداليا يعني فرنسي زعلان كولومبيا الأبطال يعني البطولة كانت قوي جدا فرنسي كانت موجودة أبطال العالم ورسي كانت موجودة أوكرانيا موجودة الموضوع جاء بالعلم والفضل بيرجع طبعا الاتحاد لأنه عمل معسكر شهرين قبل بطولة تدريب تغذية علاج طبيعي علاج نفسي كل الخدمات الموجودة استهلت للولاد بتوعنا وبناء عليها عملنا أرقام جديدة والنتيجة بينها يعني مش هنقول أن البطولة فاضية 18 دولة موجودة في البطولة إحنا كنا الأول بنتلع الرابع خامس السنة فادي طلعنا الرابع السنة دي أول عالم أخذناها من فرنسا الحمد لله إحنا في تقدم بالعلم فإن شاء الله السنة الجاعة عندنا بتلك العالم في فرنسا ربنا إيساء حيبقى الحمل زيادة على الاتحاد وحمل زيادة على وزارة الشباب الرياضة لأنها بتدعم سيدة الوزير أشرف صبحي فالعملية إن شاء الله السنة الجاية ربنا وفقنا وفقين إن شاء الله وفقين إن شاء الله